قبل ما نتوجه إلى خبر آخر في برنامج كلام مباشر لدينا هذا الخبر المتعلق بتأجيل القطب الجزائي الوطني الاقتصادي المالي بسيد محمد اليوم الأربعاء محاكمة وزير التضامن والأسرة والجالي سابقا جمال ولد عباس في ملف الفساد المتعلق باختلاس أموال ضحايا الإرهاب التأجيل إلى غاية تاريخ ستة جويلية وحسب ما جاء في موقع الشروق أورلاين أن هذه المحاكمة تأجلت بسبب غياب الوزير جمال ولد عباس بمستشفى مصطفى باشا إثر إصابته بوعكة صحية يعني السيد جمال ولد عباس الآن المتهم جمال ولد عباس موجود في مستشفى مصطفى باشا إثر تعرضه لوعكة صحية مما دفع هيئة المحكمة إلى تأجيل رضية اختلاس أموال ضحايا الإرهاب إلى تاريخ ستة جويلية يوم 15 جوان حسب تقرير أو موضوع الشروق أورلاين دائما كان أعلن قاضي الفرع الثاني للقطب الجزائي الاقتصادي والمالي عن افتيار ولكن هيئة الدفاع عن الوزير كانت تقدمت بطلب تأسيس حق الموكلية ثم التمست تأجيل النظر إلى غاية 22 جوان واليوم 22 جوان تم مرة أخرى التأجيل إلى غاية ستة جوعة صحية التي أصابت جمال ولد عباس الأمير العام السابق للأفلان والوزير في عدة قطاعات لسنوات طويلة بينها قطاع التضامن الوطني الذي يرتبط بهذه القضية لأنه حسب أيضا ما توفر من معلومات ونشر هذه الصور المرتبطة بالملف فإن أمير الكويت منح الجزائر سكن بقيمة 5 ملايين دولار أمير الكويت منح الجزائر سكن بقيمة 5 ملايين دولار للرئيس البوتفليقة كإعانة من دولة الكويت لضحايا العشرية السوداء يعني أمير الكويت منح 5 ملايين دولار للرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة من أجل ضحايا الإرهاب لكن السك اختفى تهر له أثر فكان حتى حسب التحقيقات أن الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة استدعى جمال ولد عباس بصفته وزير للتضامن والأسرة منحه الشيك لإيداعه في الحساب المخصص لإعانة شيك قيمة دولار إلا أنه بعد سنة من إيداع الشيك أعادت رئاسة الجمهورية طلبه في تلك المرحلة عندما كان الرئيس بوتفليقة في سدة الحكم وهذا حسب ما سبس في محضر سماعه من طرف قاضي تحقيق الغرفة الخامسة للقطب الاقتصادي والمالي حيث استظهر وصل استلام الشيك من طرف الرئيس المتوفي عبدالعزيز بوتفليقة شخصيا إلا أن الأموال اختفت تماما الأموال اختفت وصل الشيك ولكن الأموال اختفت والتحقيقات كشفت أن ولد عباس حسب ما هو متهم متورط في الاستلاع على الأرباح يعني تعرفون بأن الشيك عندما يودع فيه بنك فإن لديه أرباح فالأرباح كانت قيمتها خمسة وربعين ألف دولار متهم بالاستلاع على خمسة وربعين ألف دولار هذا زياد على أن الخمس ملايين دولار ما بانتش خمس ملايين دولار التي منحها أمير الكويت في ذلك الوقت للرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة هذه القضية كما قلت المثيرة للجدل سوف تح مرة أخرى ملفا خطيرا في الفساد وهذه المرحلة هي مرحلة تكشف كل الحقائق المرتبطة بذلك العهد ولكن القضية كما قلت أجلت اليوم إلى غاية تاريخ ستة جويلية بعد الوعكة الصحية التي أصابت الوزير الساس ودخل بسببها مستشفى مصطفى باشا هذا عن موضوع جميل ويلد عبس والقضية فاصل قصير ونواصل كلام مباشر ترجمة نانسي قنقر